طريقة مطرقة البرلمان وأعلنت بدأ مرحلة الاستجوابات ومع أول استجواب تغيب المستجوب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخوالدي ثم أخفق مجلس النواب في الاستجواب الثاني الذي حدد لمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب لعدم اكتمال النصاب ليخرج البرلمان خالي الوفاظ من أولي جولتين من الاستجوابات جلسة البرلمان لم تعقد أصلا بدائم كتل رئيسية وواضحة هذا الموضوع أثار سخط الشعر العراقي كانت الناس تنتظر أن البرلمان هو المعبل حقيقي باعتباه هؤلاء ممثلي الشعب ليس مسؤولية التنفيذين ولكن يبدو أن المصالح مترابطة الإخفاق سيليه ترحيل جميع الاستجوابات إلى الفصل التشريعي المقبل كونه تمديد عمل مجلس النواب وفق الدستور جاء لغرض واحد وهو يكمل الموازنة ومن ثم الانتهاء إلى العطلة التشريعية في الثالثين من شهر شبط المقبل كون النظام الداخلي لا يجيز التمديد إلا لمرة واحدة رغم استكمال الشروط المستوفية لاستجواب وزيري المالية والتجارة وهذه الفترة القصيرة جدا في اعتقادي لا تجدي نفعا ولا يصل إلى نتيجة وسوف ترحل تلك الاستجوابات إلى الفصل التشريعي الآخر القادم لذلك يفترض أن يكون هناك حزم وجدية في هذا الموضوع وبعد مرور نحو ثمانية أشهر على تشكيل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعتزم مجلس النواب البدء لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين تمهيدا لإيقالتهم بعد اتهامهم بالفساد وهدر المال العام تعطيل الاستجوابات كان للمحاصصة السياسية حصة الأسد في وضع العصى بعجلتها يقول النواب فبعض الكتل السياسية لا ترغب باستجواب بعض الوزراء وفقا لعلاقة تخادمية وتوازنات سياسية وهذا ما جعل البرلمان يخفق في البدء بالاستجوابات من العاصمة العراقية بغداد بدر الركابي اليوم